السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمد عمر من قناتكم اجيبشن كارز دي تاني حلقة الينا في سلسلة شرقا والسوق الاسبوع ده فيه شوية اخبار جديدة هنتكلم عنها بالتفصيل الممل اول حاجة توكيل قصراوي سترون هابقى اول اشكر توكيل قصراوي سترون على الوقف اللي هم وقفوها الاسبوع ده مع الناس وانهم يخلوهم يعودوا في بيوتهم انهم اتقرروا ان اي عربية سترون محتاجة للسيانة هتصين تحت باب البيت من غير ما تتحرك وسيانة مجانية بالكامل فطبعا دي لفتة جميلة جدا من سترون نتمنى نشوفها بقية التوكيلات في مصر تاني حاجة توكيل ام جي عمل سيانة مجانية لكل ملاك ام جي من بكاترة الطب البشري والممردين ابطال مصر اللي وقفين في وش الازمة ربنا ان شاء الله يكون فقاهم ويخرجنا من الازمة دي يا رب على خير ويبقى نخرج كده فرحانين كلنا ان شاء الله من الازمة دي فطبعا حاجة برده ارش كورر توكيل ام جي نيجي بقى العربيات اللي نزلت جديد الاسبوع ده عندنا العربيتين نزلوا جديد الاسبوع ده اولهم سيات ليون كبرى دي اتكلمت عليها بالتفصيل عربية قوية جدا متور الفين سي سي تيربو اه بتطلع متين وتسعين هورسباور تلتمية وخمسين نيوتن تسرع من سفر المية في خمس سواني وسبع اجزاء طبعا العربية سرعة جدا 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 الف جنيت سعارت بس العربية اللي الاسب بتيجي بالشكل المعتاد من ليون بره نازل جيل جديد منزلش مصر نتمنى نشوف الكلام دوت عشرين واحد وعشرين خاصة ان دلوقتي كبرى انفصلت عن سيات نتمنى كمان تجنب علامة كبرى مش علامة سيات اللي نازلة بيها طبعا العربية دي يعني مش هتنتشر في مصر اول ان مش اي حد هيدفع خمسمائة وتسعين الف جنيه في عربية صغيرة هاتشباك خاصة بينافسها زي ما في الفيديو بتعبها تقدر ترجع وتتفرج عليه بنفسها مسマرسيليس ١٨٠٢٠ ربيعطة العربية دي بتنفس او ما انا صاح ملهاش منافس الفقدي خلص يعني مافيش عربية عندنا بنزلة بنفس القوة المزل kilometر الدوت في الفقدي خالص. فهنتوقع نشوفها مع ناس معانا خصوان من فائة الشباب. هم اللي بيحبوا الجاري والسرعة والمناورة والكلام ده. فنتمنى يعني العربية تنزل مصر. ونتمنى نشوف سياناتها وقطع غيارها. عشان اصلا سياد في مصر. اسعار سياناتها وقطع غيارها مش حلوة خالص. فنتمنى نشوف اسعارها وقطع الغيار بتاعتها وصياناتها بكام. خصوان مطور زي ده بعربية زي نزل برضو عربية سيزوكي. عربية بقى فئة الجميلة. نزلة سيزوكي اسبريسو. دي عربية نزلة صغيرة كده. قلتوا كبيرة شوية. بس طبعا عربية صغيرة في الاخر وفي الاول. نزلة بمطور الف سي سي. نزلة سبعة وستين حصان. نزلة بتسعين نيوتن. يعني المرة صح عالقد. عالقد قوي يعني. طيبان سرعة كسوة مية وستين مية خمس وخمسين حقا كده. طبعا وعالقد بحكم المطورها. والعربية نزلة بآ اي بي از اتنين اير باج. في تيس ماني والخمس سرعات. آآ يعني آآ سي دي في الف ام، بلوتوث اللي عالقد خالص. وفي نفس الوقت سعرها يعني دي اللي هيشتديها واحد اللي هو عايز عربية تقضي غرضه. مش اكتر من دي العربية مش هلك. العربية بس تاديك من هنا الهنا باقل اقتصادية واقل مصاريف والكلام ده كله. بس تبقى عارف ان اساسا تجربة سوزوكي في مصر وحشة توكيلها وحش جدا 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 مش اي حد بيركب سوزوكي في مصر ان اصلا بتحط في لصفة عربية توكيلها كمان شوية ممكن يوقف العربية دي خالص ما بيجيبش منها اعداد فيه مشاكل ناس لأسمع توكيل سوزوكي في مصر انا مش عاف التوكيل لي بيعمل كنا اعمل لكم اي مشكلة في العربية ما بيواجهاش وما بيسينهاش وفيه مشاكل كتير اقوى مع التوكيل ده فانا يعني اتمنى يحصل التعديل في التوكيل دوت ويبدأ يسمع للناس فطبعا التوكيل دي اصلا في مصر فيه مشكلة كبيرة قوي تمام نتكلم عن تخفيض حصل على ستيوتا كامري العربية نزلت مية وخمسين الف جنيه هتقول لي مية وخمس الف جنيه هقولك هي اصلا يعني العربية سعرها اتنين مليون وخمسين الف لو شلت منك مية وخمسين الف هتحس بحاجة ما مش هيفريه في حاجة يعني من نزلت بقت مليون وتسعمية واحد يدفع تنين مليون جنيه مش هيفري بقى مية وخمسين الف جنيه يعني المية وخمسين الف جنيه مش يخلل عربية تتباع تمام لان اصلا مفيش حد غالبا هيدفع الاثنين مليون جنيه فعربية تيوتا غير واحد هاوي تيوتا خصوانه بينافسها بم دابلو ومارتيديس وجاجور وعربيات جامدة قوي في الفئة السعرية دي يعني فمش اي حد هيركبها فانا مش شايف ان حصل التغيير اللي هو يخليلي فيه تكالب على العربية بالسعر مليون وتسعمية الف ما علينا العربية دي اصلا منتشرة في الخليج قوي خصوان في السعودية ودولة الخليج والامارات والكلام ده تيوتا كاميرا هناك منتشرة قوي وبتتركب تكوسا هنا في مصر مش هتشوفها غير قليل قوي زي ما قلت لك واحد هاوي تيوتا هيدفع تنين مليون جنيه في عربية زي لي ايه تاني الاثبادة معانا معانا سيانات قيناها تيوتا جابت فيئة جديدة من الكرولا فئة بثلاثمية وتمانين الف جنيه سوري هيا نفس الفئة اللي كانت تالتة بس اشاروا منها فتحة السقف وخلوها فئة جديدة مش عارف ايه لزمتها يعني انت كده خليت سهر فتحة السقف في الفئة الجديدة دي اللي هي مداتها العاملة ربعمية الف جنيه باشرين الف جنيه فتحة السقف يعني انت كان أفضل تخلي الفئة مربعمائة ألف تنزيلها عشرين ألف وتخليها ٣٨٨٠ بفتحة السقف يعني أنت كده موّدت فئة عندك المفتحة السقف دي ما حدش هيشتريها تمام؟ العربية طبعا نزلها بـ ABS ABD بلك أسس طبعا فئة أنظمة فرامل كتير اثنين إرباج شاشة قدمك عددات سبعة أبوصة للسائق نزلها بشوية أبشنز واللدات أمامي للدات خلفي سنسور باركة أمامي نفس الأبشن اللي كان بينزل في الفئة مربعمائة ألف بس نزل بـ ٣٨٨٠ ألف وشمل نافحة حيث السقف مش عارف إيه لازمتها خصويا أن أصلا فتحة السقف اللي كانت في تيوتة صغيرة ومش حلوة يعني حتى مش بانوراما دي فتحة السقف في الكهراما عادية مش عارف توكيل تيوتة بيعمل كده ليه يعني عملت لي حاجة حركة وحشة أوه في الكاميرا وعملت حركة وحشة أوه في الكورولا أنا مش عارف ليه والسوق أصلا واقع مفيش بيع ولا فيش هرة السوق دلوقتي فيه اضطراب رهيب جدا مفيش لبيع ولا فيش هرة حاجة الناس اللي كانت حاجزة عربيات كل ما يكلموا عربيات توكيلة عشان يستلم يقولوا معلش أصلا فيه مشكلة في السوق العربات موجودة بس لا فيش تسليم يعني مشاكل كده وفيه ناس بتستلم يعني الأسبوع ده شفنا التوسان بالأوبشن الجريد بتتسلم ناس استلمت إليه الفئة زي ما قلت لكم الأسبوع اللي فات الفئة الأولى والثانية والثالثة في المطور العادي والفئة الخامسة بتاعت التربو بيستلموها بالأوبشن الجريد اللي هو الكيلس انتري وستارت وستوب انجين وشبه كانيكل وتشغيلها العربية بالرموت عن بعض بدوا استلموها بيه وشفناها والناس عرضوها بالسعر زي ما هو اللي كان موجود بالأوبشن زيالة دوت فأنا مش عارف ليه يعني مشاكل نجي نتكلم عن ظاهرة الأوفر برايس الأوفر برايس دلوقتي في مصر بدأ ينتهي عشان الأزمة والناس عايزة تبيع وبرضو مش عارفين يبيعو حاجة زي الامجي فايف الأوفر برايس معيها ما بقاش موجود دلوقتي بقت موجودة بالسعر الرسمي مش مفيش أوفر برايس كان الأول في أوفر برايس خمستاشر وعشرين ألف جنيه مش عارف على إيه عربية لسه منتشارتش ولسه الناس ما شافتش أداءها نازلة في شاشة بتهنج أصلا فمش عارف ليه السبب يعني الناس تعمل كده وتوكيلها من كاف نفسه والناس تروح تجيب بأوفر برايس دلوقتي طبعا كلهم هتجابها بأوفر برايس ندم على عشرين ألف جنيه اللي دفعهم زيادة الله يعود عليه يعني طبعا يعني في موقف لا يحسد عليه طبعا الأسبوع ده في يعني تخبط زي ما قلت لكم عربيات نزلت وعربيات قاعدت وجمرك نزم شعاف عربيات نزلت بخمسة مليار جنيه الشهر اللي فات شهر مايس وطبعا بكل ده خيات ما تبعتش وقعرت ما فيش بيع ولا فيش هنا ده كان الأخبار بتاعتنا عن السوق الأسبوع دوت بتنسوش تضيسوا لايك وصبسكرايب وتفعلوا الجرس وشوصلكوا كل جديد كان معاكم أحمد عمر من قناتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته